بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع مفهوم ثقيل وخفيف قبل أن أبدأ لابد أن نذكر بالقوانين التي لابد أن نتبعها سواء كنا في المدرسة حضوريا أو عبر قناة عين الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل أبدأ الحصة إحذار الكتاب والقلم وضعها بجانبك عند الحاجة لها الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس طيب نبدأ نذكر بأهداف التعليم التي نريد أن نحققها أن يكرر الطالب والطالبة أسماء المفاهيم ثقيل وخفيف خلف المعلمة اثنين أن يميز الطالب والطالبة مفهوم ثقيل وخفيف من بين عدة صور ثم يصنف مفهوم ثقيل وخفيف في مجموعات أما الهدف رقم أربعة أن يلون الطالب والطالبة المفهوم ثقيل وخفيف المحدد له أما الهدف رقم خمسة أن يحل الطالب تمارين وأنشطة الكتاب الدراسي طيب ننتقل لهذه الصورة السؤال يقول هل فكرت يوما لماذا نستطيع حمل بعض الأشياء بسهولة وبعض الأشياء لا نستطيع حملها إلا بصعوبة لاحظوا عندي صورتين صورة ولد يحمل ريشة بكل سهولة لأن وزنها يعتبر خفيف يعتبر وزنها خفيف هذا هو المقصود بالريشة هذا وزنها خفيف جدا أستطيع أن أشيلها بيد وحدة لأن وزنها خفيف أما هذا الولد فإنه يقوم بحمل ثقل حديدي جدا ثقيل إذن نحن نستطيع حمل بعض الأشياء بسهولة لأن وزنها خفيف مثل وزن الريشة هنا وبعض الأشياء لا نستطيع حملها إلا بصعوبة بسبب أنها تختلف في الوزن بعض الأشياء يكون وزنها خفيف وبعض الأشياء يكون وزنها ثقيل مثل الريشة التي يعتبر وزنها خفيف ومثل هذا القطعة أو الكتلة الحديدية التي يصعب حملها لأن وزنها يعتبر ثقيل نستخدم كلمتين كلمة ثقيل وخفيف للمقارنة بين الأوزان نستطيع قياس وزن الأجسام إما عن طريق حملها باليدين مثل هذه الفتاة في الصورة الأولى رقم واحد تحمل صندوق خفيف بيد واحدة لأن وزنه خفيف تحمله بكل سهولة أما في الصورة الثانية لاحظوا تعابير وجه الولد وهو يحمل هذا الكيس الأسود بالصعوبة يحمله ويستخدم يديه الثنتين لحمله لأن وزنه ثقيل جدا لا يستطيع حمله لأن وزنه ثقيل ربما يحتاج للمساعدة من الآخرين حتى يقوموا بمساعدته في حمل هذا الكيس لأن وزنه ثقيل إذن هنا في الصورة رقم واحد الوزن خفيف أما في الصورة الثانية فيعتبر ثقيل خفيف لأنه بسهولة استطاعت الفتاة أن تحمله أما في الصورة رقم اثنين فالوزن يعتبر ثقيل لأن الولد لا يستطيع حمله بسهولة ويحتاج مساعدة الآخرين طيب قلنا إذن نستطيع معرفة وزن الأشياء من خلال حملها باليدين أو من خلال استخدام الميزان هذا المقصود بالميزان لاحظوا عندي هنا ميزان في الصورة رقم واحد والصورة الرقم اثنين اختلف شكله لكن كلها تعتبر ميزان الميزان يكون فيه كفتين في اليمين هذه وهذا اليسار أيضا هذا الميزان فيه كفتين باليمين واليسار طيب هنا أيضا هذا الميزان يساعدنا لمعرفة وزن الأشياء إذا كانت خفيفة أو إذا كانت ثقيلة إذا هو يقارب بين الأوزان نستطيع أن نستخدم هذا الميزان طيب كيف أعرف طريقة الوزن للأجسام؟ لاحظوا عندي هنا تتحرك كفة الميزان إما للأعلى أو للأسفل إما للأعلى أو للأسفل الشيء الثقيل تنزل الكفة للأسفل الشيء الثقيل تنزل الكفة للأسفل لاحظوا هنا عندي السهم نازل تحت لأن الأغراض الموجودة في هذه الكفة تعتبر ثقيلة تعتبر ثقيلة لذلك هذه الكفة نزلت للأسفل أما السهم الآخر يشير للأعلى للأعلى لأن الأغراض الموجودة في هذه الكفة التي يشير عليها السهم خفيفة لذلك ارتفعت للأعلى إذن الشيء الثقيل تنزل الكفة للأسفل والشيء الخفيف تكون الكفة للأعلى هذه طريقة استخدام الميزان لمعرفة وزن الأشياء إذن مرة أخرى الشيء الثقيل ماذا يحدث للكفة؟ ترتفع فوق ولا تحت إذا كان الشيء ثقيل مثل هذه الكفة تنزل للأسفل إذا كان الشيء خفيف ترتفع للأعلى إذن هنا خفيف وهنا ثقيل هذا بالنسبة لاستخدام الميزان لمعرفة الأوزان إذن بإمكاني أستخدم اليدين لحمل الأشياء لمعرفة وزنها خفيف أو ثقيل وبإمكاني أستخدم الميزان الذي يوجد به كفتين باليمين واليسار لمعرفة وزن الأشياء قلنا الأشياء التي ترتفع فيها الكفة للأعلى إذا ارتفعت الكفة للأعلى معناها خفيف إذا نزلت الكفة حق الميزان للأسفل معناها الشيء ثقيل سأجرب الآن هذه باستخدام هذه الأغراض الريشة وقطعة الحديد لاحظوا الكفة هذه نزلت للأسفل لماذا؟ لأن الأشياء فيها ثقيلة لذلك نزلت للأسفل أما هذه الريشة فوزنها خفيف لذلك هذه الكفة مرتفعة للأعلى زي ما شرحت لكم بالصورة إذن هنا ثقيل وهنا هذا الشيء خفيف هذه ريشة وهذه قطعة حديدية إذن القطعة الحديدية وزنها يعتبر ثقيل لذلك كفة الميزان نزلت للأسفل أو تحت أما الكفة اللي فيها الريشة لأن وزنها خفيف ارتفعت للأعلى هذا قياس الأوزام باستخدام الميزان طيب مش شرط يكون في المنزل مثل هذا الميزان لكن نستطيع أن نصنع ميزان منزلي مثل هذا الميزان لأننا نستخدم معلاج الملابس وصوف ولاصق وكاسم بلاستيك شو طريقة عاملة بهذه الطريقة أنا كونت كفتين باليمين واليسار أستطيع من خلالها معرفة وزن الأشياء هل هي خفيفة أو ثقيلة مثل هذه الفتاة التي تحمل معلاج الملابس هذا لاحظوا هنا وضعت لعبة وهنا أغراض هنا نزلت هذه الكفة للأسفل إذن معناها الأشياء التي وضعتها الفتاة في هذه الكفة تعتبر ثقيلة لذلك نزلت للأسفل أما هذه الكفة فارتفعت للأعلى لأن الأشياء التي داخل هذه الكفة أو هذا الكأس خفيفة إذن هذا طريقة تنفيذ ميزان منزلي إذا كان الميزان غير متوفر في المنزل بإمكاني أن أصنع ميزان منزلي من خلال هذه الصورة وهذه الأدوات الآن في أشياء لا نستطيع قياس وزنها عن طريق حملها باليدين أو حتى استخدام الميزان بل نحتاج معدات أو أشخاص آخرين لمساعدتنا في حملها ليه؟ لأنها أشياء ثقيلة جداً ثقيلة جداً يصعب حملها حتى لو استخدمت يدي اليمين واليسار يصعب حملها مثل عندي باص المدرسة هذا باص حقيقي وليس لعبة باص حقيقي وثلاجة والتلفزيون كل هذا يصعب أني أستطيع أن أحملها بسهولة بيدي أو بيد واحدة إذن باص المدرسة أو السيارات هذه نستخدم فيها معدات حديدية تحمل هذه السيارات إذن لا أستطيع أن أحملها بيدي لأن وزنها يعتبر ثقيل جداً أيضاً الثلاجة وزنها ثقيل إذن سأطلب المساعدة من الآخرين حتى يقوموا بمساعدتي في حمل هذه الثلاجة أيضاً التلفاز وزنه يعتبر ثقيل لذلك سأطلب المساعدة من الآخرين ليقوموا بمساعدتي في حمل التلفاز لأن كل هذه الأشياء يعتبر وزنها ثقيل جدا لا أستطيع حملها باليدين أو استخدام الميزان المنزلي أو الميزان الصغير طيب في أشياء نستطيع أن نحملها بيدين أو نستخدم فيها الميزان بسهولة مثل مثلا هذه الفواكه البطيخ والفراولة البطيخ والفراولة بإمكاني أمسكها بيدي وأعرف وزنها هل هو ثقيل أو خفيف مقارنة بالفراولة وأيضا بإمكاني أن نستخدم الميزان لمعرفة ثقل أو وزن البطيخ والفراولة وأعمل مقارنة البطيخ سيكون وزنها ثقيل لو حملتها بيدي أما الفراولة سيكون وزنها خفيف لذلك سترتفع الكفة للأعلى وكفة البطيخ ستنزل للأسفل لأن وزنها سيصبح ثقيل على الميزان طيب الآن في هذا التمرين ضع دائرة حول الأشياء الخفيفة التي يسهل حملها أشياء خفيفة يسهل حملها عندي دمية دب عندي كاس حليب عندي ثلاجة عندي صوف عندي معلاق ملابس وعندي في الصورة الأخيرة المعجونة والفرشاة وش الأشياء اللي سهل علي أني أحملها بسهولة دون معدات ودون مساعدة الآخرين من بين هذه الأشياء دعونا نبدأ بأول صورة الدمية اللي هي اللعبة لعبة الدب هذه هل أستطيع أن أحملها أو أطلب المساعدة من الآخرين؟ طبعا بسهولة أستطيع أن أحملها بيد واحدة إذن هي خفيفة سأضع حولها دائرة كاس الحليب أو كاس الماء أو كاس العصير يعتبر أيضا وزنه ماذا؟ خفيف أو ثقيل؟ أنا أحمل بيد واحدة إذن وزنه خفيف إذن هو صحيح سأضع حوله دائرة الثلاجة يعتبر وزنها ماذا؟ بسهولة أشيلها بيد واحدة الثلاجة؟ هل الثلاجة بسهولة أشيلها بيد واحدة؟ لا سأطلب المساعدة إذن وزنها ثقيل سأتركها بدون وضع دائرة نأتي للصوف باستطاعتي أن أحمل بيد واحدة إذن وزنه يعتبر خفيف سأضع أيضا دائرة معلقة الملابس لما نجي نرتب الملابس داخل الدولاب أيضا وزنه بإمكاني أن أحمل بيد واحدة إذن وزنه يعتبر خفيف سأضع أيضا حوله دائرة أيضا لما أجي بعد الوجبات أو عند الاستيقاب من النوم وأبدأ بتفريش أسناني وأستخدم المعجون والفرشاة أحملها بيدين أو أطب المساعدة سأحملها بيدي إذن وزنها يعتبر ثقيل ولا خفيف أحسنتم وزنها خفيف إذن سأضع حولها دائرة الأشياء الخفيفة في هذا التمرين الدمية الدب وكاس الحليب والصوف معلقة الملابس والفرشاة والمعجون نشوف آخر نشاط ضع دائرة حول الأشياء هالمرة الثقيلة الأشياء الثقيلة التي يصعب حملها عندي تلفاز عندي دمية للدم وباص مدرسة وفرشاة ومعجون طبعا إحنا هذه ليس لعبة ونوئ أن الباص ليس لعبة إنما باص حقيقي الذي نشاهده في الشارع طيب من بين هذه الأشياء وش الأشياء الثقيلة اللي سأطلب فيها المساعدة من الآخرين أو أني أستخدم المعدات الحديدية لحملها من مكان إلى مكان آخر لمعرفة وزنها أول صورة خلونا نبدأ بالتلفزيون التلفزيون أقدر يشيله بيد وحده ممكن أن توقف المقطع وتروح تحاول تشيله التلفزيون هل تستطيع؟ طبعا لا لأن وزنه ماذا؟ ثقيل إذن سأضع حوله دائرة لأنه من الأشياء التي يصعب حملها طيب دمية الدب وزنها خفيف ولا ثقيل؟ ممتاز خفيف إذن لن أضع حولها دائرة أنتقل للشيء الآخر بأس المدرسة الذي نشاهده في الشارع أو السيارة تعتبر ثقيلة أو خفيفة؟ هل تستطيع أن تحمل سيارة والدك بيدك؟ لا إذن هي معدات ثقيلة تحتاج إلى معدات حديدية لنقلها من مكان آخر لمعرفة وزنها إذن هي من الأشياء الثقيلة لذلك سنضع حولها دائرة طيب الفرشاو المعجون فرشاو المعجون أحسنتم خفيف إذن لن أضع حوله دائرة الأشياء الثقيلة في هذا النشاط التلفاز وباص المدرسة الحقيقي الذي نشاهده في الشارع بهذا أنهيت درس اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم ولا ننسى أعزائي أولياء الأمور تعميم مهارة مفهوم ثقيل وخفيف من خلال إما قراءة القصص التعليمية أو من خلال تجربة حمل الأشياء الموجودة المتوفرة في المنزل لمعرفة وزنها ومعرفة مفهوم ثقيل وخفيف وتدريب الطالب على ذلك في المنزل حتى لا يفقد المهارة أراكم في الحصة القادمة كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة اشتركوا في القناة